اهلا بحضراتكم من جديد للنشاط بالنسبة للسيدات عشان منتخب مصر متجمع استعدادا لخوض منافسات بدوت أفريقيا للسيدات اللي هتبقى في السنغال في شهر نوفمبر فوضع طبيعي يعني اقول مثلا نوفمبر اللاعبات قبل ما يرجعوا يعني نتكلم في النص التاني من نوفمبر يعني على 5 ديسمبر ده وقت مناسب يعني اتصور يكون اللاعبات رجعوا واتمرانوا مع عندياتهم خاصة النادي الاهلي اكتر نادي مش عايز اقول متضرر لان انت لعبتك لما يروح منتخب مصر انت ما بتتدررش انت راجل بتقدم لعبتك وبتعد كوادر لمنتخب مصر ولكن اكتر نادي هيتأثر بغياب لعبته لان عشر لعبات تقريبا او اكتر من كده كمان هيكونوا مع منتخب مصر السيدات فبتهايق لي لعب النص التاني من نوفمبر لغاية 5 ديسمبر دي فترة كافية ان شاء الله ان يستعيدوا تاني الهارموني اللي مع الفرقة كلها ترجع مع بعض خاصة ان محترفتنا التونسية كمان هتكون في تونس عشان بتلعب مع فريقها فاحنا اتصور هيكون في عشر اتناشر لعبة غايبين عن صفوف الفريق في الفترة دي طبعا يعني الرجال بيبقى غير السيدات الرجال خلاص الدنيا يعني ما فيش اشتراكات دولية جاية يمكن بعد السوبر جلوب البطولة العالم لكرة اليد هيعود فريقنا ان شاء الله وتستأنف الدور العام وبعد كده على السوبر يعني ما فيش اشتراكات بشكل كبير الفترة الجاية مش دايما الرجال بيكونوا نفس جدول السيدات وده السبب ان المطشعة تتلعب يوم 5 اكتوبرا ان شاء الله 5 ديسمبر الحامل لقب كأس مصر السنة الفات كان نادي سبورتينج بعد ما كان جسب نادي الزمالك في النهائي الرجال وسيدات هو حامل لقب سبورتينج والطرف التاني كان نادي الزمالك السنة اللي فات نتمنى ان شاء الله فريق كرة اليد سيدات يعود لسابق طبعا مش السنة اللي فاتت الا قبلها يمكن السنة فاتت بس عندنا ضرب بس ان شاء الله تصور السنة باذن الله هتبقى سنة سعيدة على كرة اليد سيدات